تصريحات نادرة لمستشار الكاظم السياسي كشف فيها كواليس اعتقال مصلح واقتحام الخضراء مشرق عباس وفي مقابلة تلفزيونية نفى وجود تقاطع مع الحج الشعبي لكنه أكد وجود التقاطع مع جهات لم يسمها تريد إنهاء العراق بحسب تعبيره تصريحات عباس المثيرة تزامنت مع معلومات كشفت عنها صحيفة عربية تفيد بتوجيهات إيرانية للتصعيد في العراق لمساعدتها في حسم مفاوضات نووي في بينا هذه التطورات جاءت بعد أن كشف وكيل المرجع الديني علي السستاني عن موسوعة توثق فتوى الجهاد حماية لها من محاولات كتابة التاريخ من قبل آخرين يريدون خداع الأجيال القادمة قال مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إنه لا يوجد تقاطع بين الحكومة والحج الشعبي لكن هناك استحقاقات أمنية وسياسية يجب تنفيذها عباس وفي حديث تلفزيوني أشار إلى أن عدم تكرار التهديد الكبير الذي رافق قضية قاسم مصلح يحتاج إلى موقف وضمانات من الأمة العراقية على حد وصفه وتعقيبا على قضية اللواء مصلح أشار إلى وجود رغبة عند بعض الأطراف باندلاع مواجهة لإنهاء العراق وهو ما رفضه الكاظمي حيث حصل تواصل سياسي لإنهاء هذا الملف وأضاف أن ما جرى هي قضية أمنية بحتة وحدث كأي قضية أخرى ومستوى التعاطي معها كان يندرج ضمن استفزاز مسبق وقراءة خاطئة وردا على سؤال حول عدم ترك اعتقال اللواء مصلح لينفذه أمن الحجد قال عباس إن الاعتقال كان أمرا إجرائيا مؤكدا أن لدى الحجد حاليا أوامر قبض جديدة داعيا الحجد إلى تنفيذها اشتركوا في القناة